اشتركوا في القناة ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي عقد اليوم عبر الاتصال الإلكتروني المرعي وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 154 وقد أكد سعادة مساعد وزير الخارجية في مداخلة أثناء الاجتماع بأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين وأصبح التمدد التركي خطير وتجاوز مخاطره السياسية إلى مخاطر جيو عسكرية ومخاطر بيئية ومائية بسبب إنشاء السدود وقد صدر عن الاجتماع بيان أدانت فيه اللجنة كافة أشكال التدخلات التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وخاصة في كل من جمهورية العراق ودولة ليبيا والجمهورية العربية السورية باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن ذات الصلة وتعديا سافرا على سيادة الدول العربية وتهديدا جديا للأمن القومي العربي لكونه يمثل خطرا على تماسك الدولة القومية ومؤسساتها الوطنية ويسهم في تعزيز الانقسام الطائفي والديني عبر دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب ما يتطلب تحركا عربيا ودوليا لمواجهة هذه الأنشطة الخبيثة والتصدي لها على كافة الأصعدة ومختلف الوسائل وكذت اللجنة على عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط خاصة من جمهورية العراق ودولة ليبيا والجمهورية العربية السورية مشددة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لدفع تركيا إلى التوقف الفوري عن كافة الأعمال العدائية الموجهة إلى الدول العربية بما في ذلك رعاية وتجريد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة إلى أراضي هذه الدول وما تقوم به من تغيير ممنهج في البنية السكانية والاجتماعية للمناطق الخاضعة لاحتلالها كما طالبت اللجنة كذلك النظام التركي بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائية لكل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية عبر ما تقوم به من إقامة للسدود على منابع نهري دجلة والفرات الذي أثر سلبا على الحصص المائية للدولتين العربيتين فضلا عما يتسبب فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين وعربت اللجنة عن تضامنها مع كافة الدول العربية المتضررة من التدخلات التركية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تلك السياسات العدوانية مؤكدة على مواصلة كافة الجهود لتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية في هذا الصدد